اتفاق وقف الحرب في نانجورنو كرباخ أطفأ نار المعارك في الإقليم لكنه أشعل نيرانا تبدو صعبة الاحتواء في أرمينيا فجهاز الأمن الوطني الأرميني أعلن بالأمس إحباط محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء نيكل باشنيان للاستلاء على السلطة من مسؤولين سابقين وانصب الغضب الشعبي في ييريفان على باشنيان الذي يرى المتظاهرون أنه وافق على اتفاق سلام مجحف لكن رغم أن الرجل أكد مرارا أنه اضطر لهذه الخطوة بعد تعقد الأمور على الأرض وحفاظا على حياة ألاف الجنود وأنهى الاتفاق الذي رعته روسيا نحو ستة أسابيع من المعارك في إقليم ناجورنو كرباخ المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقطنه الأرمان وتبقى للاتفاق الذي يتم نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام في الإقليم وقد بدأ المئات منهم بالفعل في مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة لكن نتيجة هذا الاتفاق انعكست على أرمينيا التي فقدت كثيرا من أراضي إقليم ناجورنو كرباخ بل والأراضي المحيط به لكن المشهد الأكثر إيلاما وسط قوافل النزوح من المناطق التي ستسيطر عليها أذربيجان وقوافل المدرعات الروسية هو سحابة الدخان التي غطت المنطقة والسبب هو قيام المواطنين الأرمان هناك بحرق منازلهم وما لم يستطعوا حمله من ممتلكات حتى لا يستولي عليها الجانب الأذري ترجمة نانسي قنقر